في أكتوبر من العام 1990 خرج العماد ميشيل عون من القصر الجمهوري مكرها وفي أكتوبر من العام 2016 عاد إلى القصر الجمهوري رئيسا 26 عاما طواها الرئيس المنتخب وطوا معها لبنان صفحة الفراغ الرئاسي ولكل المتخوفين من انتخابه وجه العماد عون أكثر من رسالة مطمئنة متعهدا باحترام الدستور وتنفيذ وثيقة اتفاق الطائف وإبعاد لبنان عن الصراعات الخارجية والتزام مثاق جامعة الدول العربية لا يمكن أن ينجح العهد إلا إذا استعاد لبنان عفيته وعفية لبنان هي بالاستقرار هي باحترام القانون هي في أن يعود لبنان إلى حضن جامعة الدول العربية أن يعود عضو فاعل مبادر محترم حريص على مصالح حتما وعلى المصالح المشتركة مع كل الدول العربية وفي أول قرار اتخذه الرئيس عون اعتبر حكومة الرئيس تمام سلام مستقيلة وفق أحكام الدستور وحدد يومي الأربعاء والخميس موعدا لاستشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد وإذا كان بحكم المؤكد أن يكلف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة فالسؤال حول العقبات والمطباط التي قد تواجه عملية التأليف خصوصا إذا ما بقي رئيس البرلمان متمسكا بالذهاب نحو المعارضة ونتأمل أنه ما يطول تشكيل الحكومة وكل الكتل تسهل الأمور لرئيس سعد الحريري تحالفات جديدة وخلط أوراق أحدثه انتخاب العمادعون رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة قد يحمل بعد المزيد من الاستفافات العهد الجديد انطلق والعين على الحكومة الجديدة بين تيارين الأول يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع والثاني يدعو للذهاب نحو حكومة توالي ومعارضة راقب من القصر الجمهوري مرسى الكرم الإخبارية شرق بيروت